موسيقى السلام عليكم نشرة الأخبار نتأها بالعنوين موسيقى سوريا تجدد مطالبتها بتصحيح مسار عمل منظمة حضر الأسلحة الكيميائية والعودة به إلى الطابع الفني موسيقى تسويات دير الزور والرقة وحلب تتواصل رغم عراقي لميليشيا قسد ومرتزقة الاحتلال التركي موسيقى وموسكو تؤكد أن انضمام أوكرانيا لحلف النيتو خط أحمر بالنسبة إلى أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ خلال جلسة لمجلس الأمن حول سوريا أن دمشق تدعم التزام المجلس بالقرار 1540 لوضع حد لحيازة واستخدام الإرهابيين أسلحة كيميائية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل وتتطلع لتطبيقه بشكل أكثر فاعلية وقال السفير صباغ أن وكيلة الأمين العام لشؤون نزع السلاح تتجاهل التسهيلات التي تقدمها سوريا للفرق الفنية لمنظمة حضر الأسلحة الكيميائية مشيرا إلى ضرورة التزام الأمانة الفنية للمنظمة بالعمل بمهنية وتلافي استخدام معلومات غير كاملة وغير دقيقة يتم تحويلها من قبل دول معادية إلى مادة لتوجيه اتهامات باطلة ضد سوريا وأضاف صباغ أن هناك عيوبا جسيمة وتلاعبا ومخالفات خطيرة تشوب تقارير بعثة تقص الحقائق وأن معرفة واشنطن المسبقة بنتائج تحقيقاتها تؤكد تدخل دول غربية في عملها لممارسة الضغط السياسي بحث وزير الخارجية فيصل المقداد مع كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسي الخاصة على أصغر خاجي والوفد المرافق العلاقات المتميزة بين البلدين واستمرار التنسيق والتشاور إزاء التطورات في سوريا وآخر المستجدات الإقليمية والدولية وكانت وجهات النظر متطابقة حول رفض أي تدخل خارجي بعمل لجنة مناقشة الدستور باعتبار أنها حوار سوري سوري بقيادة وملكية سورية كما عرض الوزير المقداد التطورات الإيجابية التي تشهدها سوريا وخاصة توسع عمليات المصالحة الوطنية في مختلف المحافظات السورية من جانب آخر عرض خاجي آخر التطورات المتعلقة بالمفاوضات الجارية حول المنف النووي الإيراني وأهمية التزام الأطراف الغربية بمتطلبات هذا الاتفاق خاصة ما يتعلق منها برفع العقوبات عن إيران وجدد خاجي وقوف إيران إلى جانب سوريا في مواجهة التحديات الماثلة محادثات الإيجابية والبناءة مع معالي الدكتور منغداد تناقشنا آخر مستجدد وأن الألاغات الثنائية في طريقها إلى التوسيع والتنمية وبما أن سوريا الآن تمر بمرحلة إعادة الإئمار وكذلك لروف اقتصادية الجديدة هذا الموضوع يقتضي تنمية علاقاتنا الثنائية مع الجانب السوري وأبدأنا ارتياحنا بالنسبة إلى التنمية الاقتصادية التي شهدتها سوريا طوال الفترة الماضية وكذلك درسنا آخر مستجدد على الساحة السورية سواء على الصعود السياسية والعسكرية وكذلك أبدينا ارتياحنا بالنسبة إلى التطور الحام في المجالات المختلفة وكذلك الاستغرار في سوريا وكذلك فتح الأبواب أمام سوريا وكذلك درسنا آخر مستجدد على الساحة الأوكرانية واصلت مراكز التسوية في مدينة ديرزور وريفي حلب والرقة فتح أبوابها أمام الرغبين بالانضمام إليها وسط إقبال متزايد ورغم محاولات ميليشيا قصد المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي والتنظيمات الإرهابية التابعة للاحتلال التركي منع هؤلاء من الالتحاق بالتسوية التي تشمل كل المطلوبين من مدنيين وعسكريين كرمت السيد الرئيس قائمة زالت تكون في الشهر الرابع ونحنا أتينا إليها يعني تقريبا عبر الممرات النهرية بصعوبة حتى وصلنا لهنا من أجل التسوية وجبنا معنا أبنانا أتوا أبنانا إلى الاتحاق بالصفوة الجيش العرب السوري هم متخلفين على الخدمة الإلزامية فقط لا غير الحمد لله نعود من الجزيرة على حظن الوطن على أهننا وعلى أقاربنا وأشكر الحكومة وأشكر سيادة الرئيس بشر الأسد راءات بسيطة وكانت سهلة وأنصح على كل الشباب اللي متخلفين عن الجيش أنه يلتحقوا أتمنى أن كل أخواننا وربعنا يجون يسوون تسوية ويرجعون إلى حظن الوطن ندعو جميع العشائر وأبناؤنا في الطرف الثاني للغدوم إلى هذه التسوية والعودة إلى حظن الوطن والأمور مسهلة وندعوهم جميعا بآلياتهم ومغشيهم والعودة جميعا ناشدناهم والفعل قدموا وحضروا وباشروا بتسوية أوضاعهم وبدأوا بأعمالهم الزراعية والمحلاتهم التجارية والعسكرية نخرطوا إلى قطعاتهم العسكرية وبدأوا بالعمل نوجه الكلمة لشبابنا الخارج السورية اللي تورط مع الجهات الثانية المسلحين يرجعوا لحظن الوطن لأن الشباب البلد ما يعمرها إلا شبابها نفلح ونجرى ونعيش من خيرات بلادنا وأنصح كل واحد راه مع التيار الثاني يرجع لحظن الوطن طبعا اليوم هو اليوم السابع للتسوية في إقبال كسيف ولكن تقوموا العصابات الإرهابية المسلحة بعدم بمحاولة لعدم وصول إخوتنا المواطنين إلى مراكز التسوية أنا الحمد لله اليوم جيت أساوي تسوية وأنصح الشباب اللي خارج اللي أنه كل تيجي تسوية تساوي تسوية وتيجي ترجع على بيوتها وعلى حظن الوطن جيت لهون إلى أساوي تسوية عند الشباب هنا واستقبال حاجيك من الأول حاجة إلى آخر حاجة كله تمام التمام ما فيه أي إزعاج أكد منذوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن سلطات الأوكرانية تعمدت تخريب اتفاقات مينسك مشيرا إلى أمكانية التسوية مع أوكرانيا في حال إعلان حيادها ونزع سلاحها وكان المندوب الروسي قد أشار في وقت سابق خلال جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا إلى أن انضمام كيف إلى حلف الناتو خط أحمر بالنسبة إلى روسيا بعد رفض الغرب مبادرة موسكو لبحث الضمانات الأمنية أوكرانيا ابتعدت عن الاتزاماتها مؤخرا ولم تلتزم باتفاقيات مينسك وكنا نأمل أن تفي كيف بتعهداتها السابقة والحوار مع دونيتسيك ولوغانسك سلطات كيف جرى تسليحها وتحريضها من قبل بعض الدول ونظام أوكرانيا يمثل تهديدا لنا وندافع عن أنفسنا من نظام حاول حيازة السلاح النووي روسيا لن تقبل تحت أي ظرف انضمام أوكرانيا إلى الناتو أعلنت حكومة النظام التركي أنها أخطرت الدول المشاطئة على البحر الأسود رسميا أنها قررت منع عبور السفن الحربية مضيقين بوسفور والدردنيل بموجب اتفاقية مونترو التي تتعلق بحركة السفن عبر المضيقين وتزامن ذلك مع إعلان مفوض الأمن والخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن منظومة الردع النووي الأطلسية في حالة تأهب قصوى وأن دول الاتحاد وافقت على إرسال أسلحة إلى القوات الأوكرانية بقيمة 500 مليون يورو إن القادة السياسيين في الناتو يتحدثون بكلمات عدائية تجاه بلدنا ولذلك قررنا مع وزارة الدفاع وقيادة الأركان أن نضع قوات الردع الاستراتيجي الروسية في حالة تأهب قتالي خاصة نعم سيدي مخاوف الدول على أمنها يجب أن تأخذ على محمل الجد هي الرسالة التي وجهها فلاديمير بوتين ليس لشويغو ولأركانه إنما للغرب وحلف الناتو وعلى رأسهم واشنطن التأهب لا مساومة على أمن روسيا الاتحادية وثوب الكريملين جاء في وقت تجاوز الغرب كل الخطوط الحمري لموسكو خطوط وصفها الغرب نفسه بأنها يوم تاريخي على القارة العجوز سيتم تقديم أسلحة إلى القوات الأوكرانية بقيمة 500 مليون يورو التصديق على إرسال أسلحة إلى أوكرانيا هو يوم تاريخي على الاتحاد الأوروبي التصريحات النووية جاءت في وقت يحاول فيه الاتحاد الأوروبي إظهار التماسك بين أعضاء الحلف المنقسم وأيضا في وقت لم تعد تبعد القوات الروسية عن كييف سوى كيلومترات قليلة في معركة دقيقة عنوانها المرحلي إسكاتوا مئات الأطنان من السلاح الذي أصبحت تغص به كييف بعد الأمدادات الهائلة التي أرسلتها دول الغرب على مدار الأيام الماضية والتي قال عنها بوتين هذه الكمية لم تستخدم في الحرب العالمية الثانية كل ذلك في محاولة لابتزاز موسكو لكي تصاعد أكثر وتطلق رصاصة طائشة يستثمرها الغرب خبراء يرون أن الكريملين هو من يقود المعركة عن الغرب وعن أوكرانيا أيضا وبوتين لا يلتفت كثيرا لجملة التصريحات والتهديدات الغربية فموسكو لديها عملية خاصة تريد تنفيذها لتحمي حدودها بعدما أكد بوتين في كل تحذيراته السابقة أنه جاد تماما لكن التحذير الأخير هو رسالة طارئة لواشنطن وحلفاؤها مفادها لا تدخلوا في الصراع العسكري إلى جانب أوكرانيا نحن مستعدون لاتخاذ إجراءات حاسمة وما نقوم به يبرد الرؤوس الساخنة على الجانب الآخر وفي كلتا الحالتين نحن متأهبين تذكير بالعنوية موسيقى سوريا تجدد مطالبتها بتصحيح مسار عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والعودة به إلى الطابع الفني تسويات دير الزور والرقة وحلب تتواصل رغم عراقي لميليشيا قسد ومرتزقة لاحتلال التركي وموسكو تؤكد أن انضمام أوكرانيا لحلف النيتو خط أحمر بالنسبة إلى روسيا اللقاء موسيقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر